صباح الخير من جديد أهلاً بكل من انضمننا في ساعتنا الثانية من فلسطين هذا الصباح اللي رح نتحدث فيها قليلاً عن الحوادث اللي عم تكتر في الآوين الأخيرة عم تابع تقارير جهاز الدفاع المدني بكم هائل من تعاملاته مع هذه الحوادث طبعاً هي بأنواع مختلفة وأشكال مختلفة ولكن الأبرز كان منها موضوع الحرائق نعم وكنا بفاجعتين يعني يوم سبت الحريق في تفوح وأيضاً بالأمس كان انهيار مبنى في طول كرم كان ضحية أيضاً شابين وكان هناك إصابات سنتابع هذا الموضوع أكثر ومتابعات جهاز الدفاع المدني مع المقدم نال العزي مدير العلاقات العامة والإعلامة الدفاع المدني أهل وسهلاً فيكم أنا حياكم الله يسعد صباحكم صباح الخير أهلاً فيكم أنا حضرة المقدم يعني موضوعنا على الأساس هو حواضث الحرائق ولكن مع فاجعة الأمس لابد أن نبدأ بها ما الذي حصل تحديداً في طول كرم نعم اسمحونا في البداية أنه باسم مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل وكافة من تسبيل الدفاع المدني أن نقدم تعزين الحارة لذوي الضحايا ونتمنى من الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل حقيقة استجابت طواكم الدفاع المدني في محافظة طول كرم اللي بلاغ حول انهيار مبنى بشكل مفاجئ في أحد أحياء مدينة طول كرم تم تعزيز هذا الفريق فريق الإنقاذ بأكثر من 75 منقذ من وحدة إسناد الشمال ووحدة إسناد الوسط كل فرق الإنقاذ القريبة من محافظة طول كرم تم تعزيز هذا الفريق عمل الفريق لمدة ثلاث ساعات تقريبا أخلى أحد الإصابات ونقلت مباشرة إلى المستشفيات القريبة ومن ثم استمر العمل عبر تقنيات من أجل إخراج شخصين آخرين وبعد الفحص الطبي الميداني تبين أنهما فارق الحياة نتيجة انهيار هذا المبنى الضحايا هم من العمال كانوا يعملون في مجال التشطيب والكحلة موجودين على أحد الصقالات المعلقة على جدران هذا المبنى وبشكل مفاجئ دون وجود أي مؤشرات تصدع أو أي بوادر مقدمة لانهار هذا المبنى مباشرة بشكل مفاجئ انهار هذا المبنى استمرت عمليات إزالة الركام والردم حتى الساعة الثامنة مساء من أجل التأكد من خلو أي احتمالية لوجود أشخاص قد تواجدوا في محيط هذا المبنى بشكل صدفة وبعد التأكد من خلو هذا المبنى ولم يراجع أحد حول مفقودين أخلت طواكم الدفاع المدني موقع الحادث واستمرت عملية إزالة الردم من أجل أخذ عينات لتأكد من سبب انهيار هذا المبنى عينات من التربة من الإسمنت ومن الحديد التي تعمل مقابة المهندسين على فحصها من أجل التأكد والوقوف على سبب انهيار هذا المبنى طبعا أنت ذكرتوا أنه هو غير مرخص للأسف من جهاز الدفاع المدني هو غير مرخص وصل مرحلة التشطيب وما زال غير مرخص نعم هو مبنى غير حاصل على ترخيص الدفاع المدني تصريح الدفاع المدني وأيضا هو غير حاصل على إشراف هندسي كما أشارت نقابة المهندسين في تقرير الأولية نعم سيادة المقدم نعود إلى موضوع حرائق في الآوين الأخيرة لكن هناك ضحايا في تفوح من الخمسة أطفال وحريق كان مؤسف وكان فاجع يوم السبت نتحدث عن هذه الأسباب التي أدت إلى هذه الحرائق وحرائق أخرى مرت في محافظات الوطن كنت تابعوها وكان هناك إعلان على صفيتكم على موقع الفيسبوك نعم صحيح الدفاع المدني حسب تقارير العمليات المركزية هناك ثلاث أسباب رئيسية للحرائق السبب الرئيسي الأول هو الإهمال ويصل نسبته إلى 45% السبب الثاني هو حرائق العمد وتصل إلى ما يقارب 22% والسبب الثالث هو التماس الكهربائي ويصل نسبته إلى 11% موضوع الإهمال أنت تعلم بأننا موجودين في منازلنا موجود أجهزة كهربائية موجود وسائل تدفئة موجود أجهزة تكييف أواني طبخ كلها مسألة تتعلق بالإهمال بأن لا تأخذ اشتراطات الوقاية وتأخذ مسببات الحرائق سببا رئيسيا لهذا النوع من الحوادث وإذا نظرنا إلى الضحايا أغلب ضحايا حوادث الحرائق هم من الأطفال وكبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بالعودة إلى أسباب الثاني وهو حرائق العمد أنت تعلم بأن هناك بعض الشجرات العائلية التي يعقبها إحراق منازل بعض حالات الغضب حالات الانتقام تكون اندلاع الحرائق بشكل متعمد أو لأخفاء بعض الأدلة وهذه حرائق محدودة جدا جدا تأتي في إطار الحرائق والحرائق الجنائية السبب الثالث هو التماسي الكهربائي وإذا نظرنا إلى موضوع التماسي الكهربائي هناك ثلاث أشياء يجب أن أخذها في الاعتبار حتى نمنع التماسي الكهربائي أولا أن تكون شبكة كهرباء ممددة من خلال فنيين مختصين مهنيين معتمدين من شركة الكهرباء يرعو توزيع أحمال تيار الكهربائي داخل المنزل يختار أسلاك وتوصيلات جيدة غير أنواع معتمدة وليست أنواع رديئة ورخيصة المسألة الثانية هي استخدامنا للأجهزة البعض يستخدم أجهزة كهربائية رديئة بتوصيلات رديئة كالشواحن التقليدية كالأجهزة المستعملة التي يسترخصها المواطن بأنه يذهب بيشوف هذا الجهاز الخيص ثمن ومنخفض فبيشتري هذه الأجهزة أنت ما بتعرف صلاحيتها ولا ما بتعرف شو الأجزاء الداخلية فيها فبالتالي بتكون سبب رئيسي للتيار الكهربائي المسألة الثالثة والأخطر هو تجاوز دوائر الأمام في كل منزل وفي كل منشعة هناك لوحة كهرباء تعتبر دوائر أمام من أجل نظام التأريض عندما يحدث ثماس كهربائي تفصل التيار الكهربائي ولكن إذا تجاوز صاحب المنزل هذه الدائرة بسركة التيار الكهربائي وقام بتوصيل أي جهاز كهربائي وحدث ثماس لا يعمل نظام التأريض بالتالي يستمر التيار الكهربائي في التوصيل وفي الحرارة وتندلع الحرائق بشكل مباشر هذه ثلاث أسباب رئيسية لوجود التماس الكهربائي المسألة الرابعة وهي مسألة إلى علاقة بمصائح الدفاع المدني ماذا ننصح في هذا الموضوع؟ نقول بأن أي جهاز تقوم بشحنه كالكاميرا أو التليفون أو اللابتوب اللي حاسوب المحمول يتم وضعه على قطع أثاف إسفنجية هذا الجهاز فيه مبردات وإذا لم تعمل هذه المبردات بشكل جيد سترتفع درجة حرارة هذا الجهاز وسيحدث تماس داخلي في هذا الجهاز ومن ثم تندلع الحرائق في حال وجودك كنت نائم أو عدم وجودك في المنزل سيستمر هذا التماس الكهربائي وسيستمر اندلاع هذا الحرائق وبالتالي نصيحة الدفاع المدني بعدم استخدام وسائل التيار الكهربائي ليلا مهما كانت الأسباب يتم فصل كل أجهزة التيار الكهربائي يتم فصل تمديدات الغاز أسطوانة الغاز وهنا يتم استبعاد كل مصادر الخطر في المنزل قبل النوم هذا مهم جدا حضرت المقدم والأهم أنه نشير بأنه هذا موضوع غير مرتبط بفصل الشتاء يعني إحنا دائما نوعي بوسائل التدفئة في فصل الشتاء ولكن أيضا إحنا على أبواب فصل الصيف مثل ما ذكرت الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل هي الخطيرة وما تبعناه مؤخرا حوادث المنازل اللي فعلا هي مؤسفة واللي بتأدي لتضرر الأطفال وكبار السن على وجه التحديد هذا بالإضافة للحوادث الأخرى يعني التقاريركم اليومية على صفحتكم على الفيسبوك تشير لحوادث أخرى وإحنا هلأ يمكن مع موعد على حوادث الاختناق داخل السيارات حوادث الاختناق بفعل ارتفاع درجات الحرارة الحرائق أيضا اللي بتنشب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الأراضي المختلفة ودورنا في هذا الموضوع بالتالي الحوادث غير مرتبطة بفصل الشتاء ومهم جدا الانتباه لكل ما هو داخل المنزل نعم أشكرك حقيقة في فصل الشتاء نستخدم وسائل الكهرباء من أجل التدفئة وفي فصل الصيف نستخدم وسائل الكهرباء من أجل التكييف والتبريد وبالتالي أيضا هذه دعوة لكل مستخدمين المكيفات بأن يكون هناك تنظيم لعملها وإطفاءها وعدم البقاء بالعمل لفترات طويلة لتجنب التماسي الكهربائي كما أشرنا بأن أغلب ضحايا الحوادث هم من الأطفال حرائق المنازل أغلب الضحايا من الأطفال حوادث الاختناق في المركبات نتيجة النسيان القاتل من الأطفال حوادث الدهس للأقرباء أحيانا تكون من الأطفال حالات الغرق في المسابح أو في البرك الزراعية أو في التجمعات المائية في محيط المنازل أو في محيط القرى حالات سقوط في آبار وفي حفرهم من الأطفال وبالتالي إذا نظرنا إلى حجم المسؤولية التي يجب أن نتحملها كمسؤولين وكأباء وكرب أسرة المسؤولية كبيرة ويجب أن تخضع إلى مستوى أخلاقي له علاقة بمستوى الحماية التي يجب أن نوفره لأطفالنا المسألة كثيرا من الناس ينظرون إلى الخطر بأنهم مبعدين عن هذا الخطر نحن جميعا بنفس المستوى في الخطر ويأتي بلحظة ويأتي بلحظة ولكن كيف تستطيع أن تخفض مستوى الخطر بإجراءات السلامة والوقاية والاحتياطات وعدم النظر إلى موضوع الحصول على أجهزة متينة أو على إجراءات السلامة والوقاية بأنها تكلفة هذه استثمار استثمار في منزلك استثمار في أسرتك استثمار في تنفير شروط السلامة والوقاية والأمان والحماية لأفراد أسرتك نعم سيادة المقدمة أخيرا بالعودة إلى موضوع المباني والانهيارات نحن نحكي كمان نحن خارجين من فصل الشتاء كان هناك انهيارات في الشوال نعم صحيح أيضا في بعض المباني الموجودة قيد الإنشاء ممكن نحكي عن جهودكم أيضا بعمليات مشتركة مع وزارة مثلا ممكن نحكي وزارة الأشغال الحكم المحلي أيضا الجهات المعنية كنقابات المهندسين أيضا لمتابعة هذه المخالفات التي تضر بأبناء شعبنا وبعو العمال اللي بيشتغلوا في هذه الورشات يعني كمان مرة احنا بنأكد على أنه الدفاع المعدني يعمل كمركز للجهود الوطنية مع البلديات مع المجالس القروية مع وزارة الحكم المحلي كأصحاب اختصاص عندما نرصد من مواطن أو نرصد بشكل مباشر من طواكم السلام والوقاية أي مخاطر تتعلق بجدران آية للسقوط أو شوارع آية للسقوط نكون مباشرة بالاستجابة لهذا النوع من الحوادث بإغلاق الشوارع وكتابة تقارير مهنية تتعلق بجهة الاختصاص التي يجب أن تباشر في عمل الإصلاحات والصيانة نرفع هذه التقارير إلى وزارة الداخلية كمضلة لعمل الدفاع المدني والتي تتصل مع الوزارات ومع الهيئات الأخرى من أجل ترتيبات إلها علاقة بمعالجة هذا النوع من المخاطر فيما يتعلق في المباني كل ما يرد إلى الدفاع المدني من شكاوي سوء كانت على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدفاع المدني أو على دائرة الشكاوي في المديرية العامة أو من خلال اتصال بعض الأشخاص أو العلاقة مع ضباط أو منتسيب الدفاع المدني مباشرة يتم الاستجابة لهذه الشكاوي لأننا ندرك كدفاع مدني مدى إذا كان هناك تقصير ستنعكس هذا التقصير على شكل حوادث من مصلحة الدفاع المدني أن يباشر مباشرة على معالجة هذه القضايا لأنه كل البشاهد العشوائية اللي أنت بتشوفها كلها بدون استثناء سواء حرائق المشاطب السيارات سواء حوادث السير نتيجة وجود حفر انهيارات في الجدران الاستنادية في الشوارع الرئيسية أو الشوارع الفرعية كل هذا الشكل الأشكال الفوضى سيترجم في المستقبل على شكل حوادث ومن سيستجيب إلى هذا النوع من الحوادث طواقم الدفاع المدني في ظل نقص الإمكانيات في ظل عدد الكادر المحدود هذا سيضاعف من مهام رجال الدفاع المدني وبالتالي مهمة رجال الدفاع المدني كمن ينظر إلى الإصلاح بشكل مباشر حتى يقي أبناء المجتمع من مضاعفة المخاطر والخسائر إذا حدثت نرجو أن تكون وصلت الرسالة الدقيقة اللي رح تخذنا لنهتم بهذه التفاصيل الصغيرة رح تنقذ حياة شكرا جزيلا على كل الجهود اللي عم بيقوموا فيها طواقم الدفاع المدني شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات حياكم الله يستطيعكم شكرا لك